المحور الأخير في هذه الآية الشريفة هو هذا المحور المتعلق بخاتمة الآية ذكرت أن الآية في خاتمتها تتحدث عن لطف الله عن فضله عن نعمته على عباده المؤمنين الله يأتي إلى أعمالهم المتفاوتة في القيمة المتفاوتة في الجودة ماذا يفعل؟ يجزيهم بحسب أجود هذه الأعمال ينظر أين أحسن هذه الأعمال؟ يجزيهم وفق أحسن تلك الأعمال طيب ومن باب كما ورد في الروايات تخلقوا بأخلاق الله ماذا نستفيد نحن؟ نحن في حياتنا الاجتماعية في تعاملنا مع بعضنا هل نستطيع أن نطبق هذه الحقيقة القرآنية؟ هل أستطيع أنا مثلاً عندما أتعامل مع أخي المؤمن وطبيعي في الحياة التعامل؟ أحياناً سأجد منه أموراً تعجبني وأحياناً أجد منه بعض التصرفات أو بعض الأقوال التي قد لا تعجبني وأحياناً بعض ما يقوله أو يفعله قد يسبب عندي أذى تشنجاً هل أستطيع أنا بعد كل هذا أن أعامل هذا الإنسان وفق أحسن أعماله بإزائي؟ وأنا متعامل ويا هذا الإنسان هذا الإنسان سواء كان معي في البيت كان معي في مقر العمل كان معي في المجتمع أينما كان هذا الإنسان معي طيب أنا متعامل ويا على سنوات هذه السنوات فيها الشيء الطيب وفيها الشيء اللي مو طيب فيها التصرفات الحسنة والتصرفات غير الحسنة هل أستطيع أنا أن أتعامل مع هذا الإنسان وفق أحسن أعماله؟ يعني أشوف هذا الإنسان عندما عمل معي الأعمال الحسنة الطيبة أنا أتعامل معه وفق أحسن أعماله ليس بعض الناس بالعكس والله أنت مهما كنت طيباً معه ومهما كنت حسناً في تعاملك معه ومهما كنت تراعيه أنت بشر بالنتيجة لعله في يوم من الأيام صدر منك موقف لم يعجبه لعله في يوم من الأيام سمع منك كلمة لم تعجبه تشوف هذا الإنسان ما ينسى لك ذاك الموقف السلبي ما ينسى لك أبداً تلك الكلمة السيئة أبداً هذا الإنسان هذه الكلمة السيئة أو ذاك العمل السيئة محفور عنده في قلبه أبداً وينسى كل أعمالك الحسنة ينسى كل تصرفاتك الإيجابية ويظل يتذكر ذلك الموقف السلبي أو تلك الكلمة السيئة أقول بعض الناس هكذا بينما أمير المؤمنين علي صلوات الله وسلامه عليه ماذا يقول يقول عامل الناس بالإحسان وتغمد إساءتهم بالغفران إذا أحسنوا إليك تذكر هذا الإحسان وأنت أيضاً عاملهم بمثله وإذا أساءوا إليك يا أخي عاملهم بالمغفرة غض الطرف لا تظل متمسكاً بهذه الأمور لا تتذكر سواها هذا درس أيها الأحبة من القرآن الكريم